عايز اخدك فيه منتخب الشباب منتخب الشباب حالة وغضب وزعل مصادفين البطولة ونقطة واحدة وأداء هذي لقدام السنغال بربعية وتشاؤم من جيل وزعل من مدرب والتحاد كرة كلام كتير يتقال على قصة منتخب الشباب تقييمك لها كانت ايه؟ الخطأ فين؟ لا هقولك حاجة بس ما تزعلش مني لا براحتك الهوجة اللي طلعت على منتخب الشباب دي انا شايف ان الدور لإعلام انه يدي بس دوقه كده على ان فيه بطولة كمان مثلا تلت شهور ويبتدي حد يبتدي يكافر يعني يبتدي يغطي الفرقة دي كويس يعني إعلاميا يخليهم كده في حال ما أصلي مش ممكن ان انت مرة واحدة عرفت ان فيه بطولة كإعلامي ومرة واحدة اللي افتتاح ما عجبكش ومرة واحدة فرقة ما عجبكش عمال فرقة دي بقى 3 سنين اسموك اختلف معك اتفاضل ماشي ايه اختلف معك ايه ما انا هقولك هوا هل السنغال منتخب الشباب بتاع السنغال كان عليه اهتمام إعلامي كبير في السنغال هل جنبيا اللي وصلت الفاينال دي كان عليه اهتمام إعلامي عادة منتخبات الشباب حتى في انجلترا وفرنسا وفي البرازيل الاهتمام الإعلامي بيهم مش بيبقى كبير كويس عشان الهدف أصلا في المنتخبات الشباب دي مش شرط يكون بطولة هو اعداد لمرحلة كبيرة للمنتخب الأول ايه فانا لو ما هتمتش ده مش معناه ان المنتخب يظهر بشكل سيء انا ما قلت شكرا خلص انا قلت انا ببتدي بالإعلام ليه لان انت فيه يوم او يومين انا عفوا معلش دخل معامة مدارب حراس مرمى المنتخب الشباب كابتن عاب جلال اه وقال لي على طول كده قال لي المشكلة كانت في الإعلام لا 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 انا مش قصتي كده انا كنت بمشي واحدة واحدة وانت اخدت اول نقطة وروح تجاري ماشي انا سايبي طبعا ليه بقولك كده لان قعدنا 48 ساعة ندب بديب يا عم احنا عارفين ان فيه بتولة بقالها صح صح فلا قصة ان انت اعلامية لا هي على ارضك لا ايسف لا اعلامية لازم تغطيها صح اعلامية لازم الليستات ده يتميلي اعلامية بفعلش تلعب الساعة 4 بعد الظهر الواحدة كده وبقى كده فرقة اللي بعديك سنغال ونيجيريا يلعبوا الساعة سبعة لا انت بفوت تلعب الساعة سبعة وجيب الجمهور يشجع الفرقة دي دي الحاجات الحوالين الموضوع ماشي خش بقى في لوب الموضوع هيوة لا هو كان باين ان الفرقة مش تعمل حاجة نتائجها بتقول كده فهام قظيم الكامستري بتاعت اللعيبة باين اي حد بتفرج على فرقة دي من سنة او سنتين باين طبعا فهام سيبك من اللي حصل مع البطولة العربية البطولة العربية حاجة وافريقيا حاجة تانية خالص افريقيا يلجع انا عايزين يترسوا الارض عشان يطلعوا لكن البطولة العربية لا في ناس متدلقعة في ناس يعني في اللفل مختلف فاهم قصدي فانت هلا انت كنت جاهز للبطولة دي لا انت كنت جاهز للبطولة دي خالص هلا في ناس كانت برا ما فوقها تيجي من زمان واحد زي بلال مظهر لك هل لازم يجي من زمان بغض النظر هو بيعمل ايه لا انت في زي بقوله ايه انت بتتنشع على منحترف عندما يجيلك منحترف لازم يبقى فيه اهتمام بيه لازم يجيه يعني مش ممكن تقولي مرة واحدة فشلت لا انت فشلت من اول الطريق البنى غلط البنى غلط والمقنة واللي بيسموها ايه الانتحاد الكره برضو هو افر اللي ماسك الفايل ده انت شايف ان الفرقة راحة كده ومن فوط روح كده انت سايبها ليه راحة كده الحق ها هو ليه اللازم نستمدقى مش بالقطعة هي احنا عندنا طول على الارضنا لازم نعمل كزا فات سنة فات اتنين عندنا نتايج ايه اللي بيقى احصل زي ايه نادي صح? مزبوط عمرك وبعد كده باين جدا من المجموعة كمان انت مش تطلع تالت يعني انت با لو ما باين انا كنت بتكلم ابي والله العظيم قبل البطولة بعشر تيام اه احسن دقيت ازاي انت الحاجة الوحيدة ان انت تكسب اول ماتش خلص خلي بالك ان الجيل ده برضو محتاج عناية وعادة وتقط اتكلم كتير يعني محتاج عناية وعادة يعني محتاج لو انت كنت في الاجال اللي فاتت بتقول كلمة مرة لأ انت بالاجال دي لازم تقول اجمار او اثنين وثلاثة واربعة هم عشان يبقى مركزين عشان يبقى مركز طبعا لانه عنده خمسين الف حاجة غيرك طبعا طبعي انت اصلا لما بصيت على الجيل ده انت هنا بقى بتبص بمطق وقلت ان الجيل ده جامد جدا طبعا والناس انتقضت اقيت لك يا عم الجيل او طلع بره لا الجيل ده في لعيبة جامدة جدا 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 وهي دي اللي هتوصل مصر ان شاء الله لستة وعشرين وفي 2005 في لعيبة جامدة وفي 2001 في لعيبة جامدة فانت عندك رادي الجنريشن ده انت بس هي سوق ادارة و2006 التصريح اللي طلعت برد يعني انت عايش تقول انه تكسة كلها كهية المدرب؟ انا مقولش مدرب عن تساعتين السؤال في الاول عن نادي الاهلي هي منظومة الإدارة جاز فاني لعيبة يعني فاهم ده ده لازم بيبقى كله في مركب واحدة تقوليش اللعيبة لوحدها موامين اللي بيحمس اللعيبة جاز فاني مين جهض كل واحد ليه دوره الثلاث الدوار ما كانوش موجودين بس لكذا ما مشوف واحد ماشي كده لازم اقوله تعالها كده مين من اللعيبة دول لو انت بقى مشقولك قسمي مين من اللعيبة دول او عدد اللعيبة اللي انت كواكيل اللعبين تقولي والله انا عايز كام لعيم من دول يبقوا معايا انا شايف ان دول بخشة اربعة خمسة يطلقوا اوروبا يطلقوا طب يطلقوا اوروبا بسما يلعبوا انت ده قلت القصة بلكده انت الدوري المصري بتاعك الدوري انجليزي بيلاعب عيال سغارة هلو ما عندهمش لعيبة كبيرة مثلا انت الدوري المصري لازم يكون اللعيبة السغارة لازم تحط قانون زي ما انت بتحط قانون يعني عشان مش عفا ايه وجه ايه لازم تحط قانون لازم كل فرق يبقى عندها الفين واته كل فرق يبقى ثلو خمسة وانت لازم تبني لازم تقن انت اما محدش بيعمل كده من نفسه وقننها بقى فهي عظي بس لكن طبعا جل محترم جدا